نحن نبدأ. ويشيل عنك شوية هموم هاي الدنيا. ومن تسمع الكلمة راح تثبت وما راح تخلي هموم هاي الدنيا. تجي مرة ثانية. فرابطينا نعمة باسم يسوع ويستخدمكم لمجد اسم القدوس. خلونا نسكب قلوبنا نصلي ونطلب بركة يسوع على المكان. مكان حياتك. قلها للرب بالفعل. مكان حياتي بين ايدك. كل فكر وكل ما يدور في ذهني. وكل الهموم والأحزان والمتاعد. إلهي القدوس بين يديك واضعها بهذا الوقت. جاي لهذا المكان لكي يعلن دمك على حياتي. وأجدد أهدي مع شخصك. لكي يلتصق أيها السيد فيك دوما وأبدا أنت من ترعاني وتحفظني وتجعلني قائما أمام جلال قدسك. تكلم يا رب من الحق الموضوع بين يدينا. واجعل يا رب ابنك إلهي المبارك يتفوه بما يليق بالمقادس السماوية. مسحة روحك وقوة حضورك. تكون على الكلمة وعلى السامعين إلهي القدوس جميعنا تحت يمينك وتحت الكلمة نتعلم. أنت المعلم الوحيد القادر أن تبني كنيستك وتبني بالفعل السادك التي هي جسدك بكل ما يليق لمجدك وامتداد ملكوتك. باسم يسوع له كل المجد. آمين. آمين. لإلهنا كل المجد. راح أشوفكم مقطع بارحة سمعت بعصفور قلت هذا العصفور عنده هيش شغلات يعني أول مرة أسمع بها. قبل كانوا يحشون على طير من الطير ممكن ما القدامة يعرفوه بس أعتقد أغلبيتنا ما تعرف صفات هذا الطير. أريدك بس مجرد تعرف هذا الطير وتعرف صفات هذا الطير ونطبق شوية في حياتنا حتى نقدر اليوم نطلع شيء من الرب. آمين. راح أحط هذا المقطع طبعا بحثوا علي أنا بحثت عنه ودورت عنه لقيت هذا الطير يعني ما كن مثله بس هذا هذا شغليه بلنتينا هذا منو سامع بطير الوقواق سلام عليكم ورحمة ما وبركاته آمين 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 هذا الوقواق علي شوية خليشوف شوية وقف بلنتينا بس بس وقف دقيقة خمكن الصوت شوية ما فتهمت الشغلة الأم ما يتبيض بس هي ما تنام على البيض مالها شو تسوي تاخد البيض مالها تشوف يا طير من الطيور مبيضة تاخد البيضة مالها تروح تشمرها بالأش مال داك مو وتشيل البيضة من البيضات اللي مبيضتها وتشمرها برا يعني إذا بيضة دي تشي أربع بيضات تشيل البيضة تشمرها وتجي بيضتها تحطها وياها وتفتر على عش اللاخ تشوف يا أم ما يمبيضة تشيل بيضتها تضبها وتحط منو تحط البيضة مالها ويا كوش ما تسوي هي بس تبيض وتروح تقعد على صفحة وتنتظر تراقب شوفوا النقطة وين هذا البيضة تفقص قبل البيضة يعني البيضة البقية هذا من يطلع منه البيضة وبعش يسوي شوفوا يقول لك شوفوا 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 شي يسوي شغلي شوفوا حتى يتمكن من دحفظ بين الطائر الأصلي صاحب العش ويلقائه خارجا واحدة في والأخرى ويقوم أيضا برمي الصغار إلى وجده حتى يكون بذاء كله من نصيد دون غيره من امتراف الطيور ويمين المقطع فخارق مشكلة الطيور الحاملة إذا كانت من الطيور طويلة الحجم يلي يكون شوف الطير الوقت تسمع بوقواق قبل بس ما هي تسوي هذا الطير غريبة كم واحد يعرف المعلومات يعني بس نشكر الله بس المعلومة يعني معلومة قوية جدا إنه الأممية تبيض وما تنام على البيض مالها تاخد بيضة بيضة وتوزعها علي على المبيضات على طيور وتشيل فوقها يعني بيضة فأربعة تشيل وحدة تشمرهم وتحط وحدة مالتها ولي فقس أول ما يطلع عن البيض شيء للبيض البقية كله ببرة يبقى بواحدة لوش علموا يأكل كل الأكل وبعدين يكبر يكبر أكبر يعني ذاك يجي صغير صغير هكبر هذي يصير أكبر من عنده وتوكل بي توكل بي يصير شبير هاي يعني شيء علمنا درس اليوم علمنا درس مهم إذا صادفك واحد حالة مثل حال طير الوقواق رح تقدر تحب لو ما تقدر تحب يعني حياتنا احتمال يجينا هيتش واحد يسموه مصلح شيء يسموه يدور مصلح هاي يدور بس هيتش مصلح مثلي شهذا وقواق ما شايف هاي شيء طير يسوي هالسوال في كلها ما شايف شون يرتب كل ويرتب بس احنا ككنيسة اليوم رح نتعلم درس مهم إنه بحياتنا نمر بأشخاص احتمال مثل الوقواق احتمال أسوأ من الوقواق احتمال هون بس النقطة الرئيسية إنه كيف أنا كمسيحي كمؤمن أقدر أحب لهذا الشخص لأنه هذا تحدي صح لا مصح لأنه المبدأ البشري اللي نحن نعيش به مبدأ البشري يقول لك تحبني أحبك إذا ما تحبني ما أحبك أو أكثر ما يقال إنه أهملة ما عليه به بس الرب نريد علمنا درس إنه يقول لك لا لا أنا ما رد تهمل هذا لشخص قريبك تحب هذا الشخص بس إحنا شون رح نقدر نصل إلى هالمرحلة حتى نحب أشخاص حالهم حال الوقواق أو حالهم حال أشخاص مرات بعيدين علينا مرات قريبين جدا علينا صدقوني بها هالأيام مرات مأساة حقيقية ما داشوف أشخاص بعيدين داشوف أخ واخ داشوف أخت أخت زوج زوجت يعني الدائرة الصغيرة مو الدائرة الشبيرة ولا الدائرة الأكبر لا لا بالدائرة الصغيرة دي صير تفت تفت كل قوي ليش لأنه يسموا البر الذاتي والاكتفاء الذاتي حتى الابنية ويا أهلها حتى الابن ويا ليش لأنه من يحس بنفسه بالبر والاكتفاء الذاتي ينهي والسبب ما لا سبب ما لا اليوم راح نشوف أمر مهم جدا واللي الرب يريد مننا يقول لك لا تتوقف عن محبة شخص يكرهك لا تتوقف إذا توقفت انتصرت مثله مثل أي شخص يدور أمور بالمقابل بس الرب يريد يعلمنا درس اليوم أنه من يقول لك أكو شخص يكرهك أو شخص يتكلم عليك لا تتوقف عن محبة حبة ورح نشوف الرب إيش يعلمنا من هذا الدرس لأنه هذا الدرس مهم علم بي الرب بيوحنى 21 وعداد من 15 إلى 17 رح نقرأ سويا ونشوف شي يقصد الرب من هذا النص وشي يقصد الرب من عدنا بهذا الوقت من اتجاه الآخرين اللي يسيئون علينا واللي منسيئ عليهم واللي نشوف أحنا شون تكون كنيسة المسيح بها اليوم خلونا نقف ونقرأ النص الكتابي من إنجيل يوحنى أصحح 21 و أعداد 15 إلى 17 تقول كلمة الله فبعد ما تغد قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يونى أتحبني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى خرافي قال له أيضا ثانية يا سمعان بن يونى أتحبني قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك قال له ارعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان بن يونى أتحبني فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعرف أني أحبك قال له يسوع ارعى غنم مبارك اسم يسوع إلى الأبد آمين أعتقد الجميع بهذا المكان إذا مقارن النص سامعين صح وإذا مقارن النص وما سامعا شايف الفيلم ما الرب يسوع مني يتواجه ويا بطرس والتواجه ويا بطرس يرجع بطرس إلى الاسم الأصلي وهذه بعد القيامة هذا النص بعد القيامة وظهور الثالث للرب يسوع المسيح ظهر ثالث مرة على البحيرة وكانوا يسيدون سمك وراد يرجعهم وصادوا سمك وسوالهم أكل وأكلوا وسكتوا لأنه عرفوا هو يسوع وبعدين قام وتكلموا يا بطرس يريد أن يرجع بطرس إلى المحبة ما لا اللي اللي طبعا بعض المنقول لك نكر المسيح ثلاث مرات ولا هذا السبب قال لها هل تحبني وبالنص اليوناني جاية كلمة أحبك بالتبادل مرتين أغابي اللي عدد 15 وعدد 16 يسوع يتكلم من قال أتحبني أغابي باليوناني يعني المحبة البادلة وبطرس يجاوب بهم باليوناني كلمة فيلو بالعربي بينها كلها أحبك أحبك بس باليوناني بالنص الأصلي للكتاب المقدس أتحبني أغابي أغابي يسوع يقول له وبعدين يجاوب بطرس فيلو فيلو أنا أحبك يعني محبة الأخوية الصداقة هو يقول المحبة البادلة وبالثالثة رجع يسوع وقال له ما قال أغابي قال له فيلو وبطرس جاوب فيلو وصار النقاش بينهم على أنه شون يرعى الخراف وشون يرعى الغنم هذه الوعظات المتسلسلة التي جبتكم إياها من يوحن عشرة إلى هسا غنم والخراف ما الفرق بين غنم والخراف هذا خروف وهذا خروف لا واحد صغير واحد شبير الخراف هي الكبار والغنم هي الصغار فمن يقول له ارعى ارعى الكبار والصغار معا كنيسة المسيح الكبار والصغار معا لازم ترعاها سوية ترعاهم وهذا الامر مهم قبل ما ندخل انه كانت المحبة البادلة ومحبة المحبة الاخوية نقاش بالمحبة بس النقطة الرئيسية اللي يريد اوصلكم ياها اليوم مهمة جدا جدا رح اسأل هذا السؤال يمكن رح تشوفوه شوية سؤال صعب لكن مبدأ النص هو المبادرة شنو مبدأ النص المبادرة احنا اذا ما كان عدنا مبادرة بالمحبة ما رح تشوف الشخص الاخر يحب ولهذا السبب الرب يسوع المسيح كلهم قاعدين يسوع هو اللي يبادر قال اتحبني صح فالمبدأ مبدأ النص لازم نفهم انه اذا نريد نتعرف الى شخص لازم يعرف هذا الشخص بانه احنا نحبه وهذا شيء ضروري جدا لانه اذا الشخص المقابيلك اذا حس بيك بانه انت ما تحبه ما رح يسمع لك ما رح يغضع لك ما رح يكمل امور وياك بس اذا عرف بيك انت تحب وتنصح وتحكي وياه بمحبة رح يسمع لك ويبارك ايامك وتبارك انت اياما والسؤال اللي ينسل النا بهذا الوقت وانت قاعد بمكانك السؤال صعب جدا السؤال ليش صعب جدا شي يقول قل يا فلان خلي اسمك بن فلان اتحبني اكثر من هؤلاء المقطع اللي خليتكم ياه مهم والسؤال هذا اهم سؤال في حياتك اللي رح يغير حياتك بالكامل هو هذا السؤال غير حياة بطرس بالكامل الفكرة من الناس انتبوا عليها يا احبة بطرس ما يكره يسوع هل كان يكره يسوع بطرس من ما دعا الى يوم نكرانا وهذه هو كان المندفع ويحب يسوع ويريد يموت من اجل يسوع فكان ما يكره يسوع بس خوفا نكره لكن داخليا هو يحب يحب يا فلان الفلان تحبني انت اكثر من هؤلاء لو اذا صار المحبة بعو اذا صارت محبتنا ويا يسوع متساوية يعني مثلا ما اريد اجيب امثال لانه امثال كله تنظر بي بس الفكرة الرئيسية انتبه مرات مو مرات اغلب ايام حياتنا نضع محبة يسوع ويا العمل مالنا فتتغلب العمل على محبة يسوع وتشوف محبة يسوع تهبط وانت تنطلق شفتها صعبة ما دام اصفنتوا احنا نحب يسوع بس مو اكثر من هؤلاء نحب ويا الهؤلاء نحب ويا اولادنا نحب نحب ويا لعمل نحب نحب ويا الوقت نحب نحب ويا فلان ما رح تقدر تمشي ما رح تقدر تمشي بهذا يسوع تقول لك أنت ما رح تقدر تمشي ويايا بهذا الفكر إذا أنت تحبني يقول لك ما أنا حب أبا وأما أكثر مني فلا يستحقني ما تقدر تستحق محبة يسوع حتى تعيش أنت بالمحبة الكاملة إذا أنت حبيت يسوع مثل ما تحب أولادك مثل ما تحب مرتك مثل ما تحب بيتك مثل ما تحب عملك أنت فاشل بمحبة المسيح ما رح تقدر تطبق تعاليم الرب ما رح نقدر ما رح نقدر دايما العمل دايما الأطفال دايما البيت دايما 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 يتغلب على منه يتغلب على على يسون والهذا شب تشوفه تشوفه هواية من عندنا مقصرين مقصرين بالكيراز مقصرين بالمجيء مقصرين بالعشور ليش هذا شيء وانت من تجي تسألهم تعرف ليش لأنه ما حطين هذا السؤال يمنا ومساء اليسوع إذا يجي يسوع تحبني إيه أنت تحبني بطرس أكثر من هؤلاء لو تحبني مثلهم إذا حبيتني مثلهم راح يجي وقت تنكر المسيح راح يجي وقت تعوف المسيح راح يجي وقت تنحدر إلى الأسفل ليش؟ لأنه أنت تحب يسوع شوما تحب كل شخص ولهذا الأمر الرب إريد يعلمنا الدرس اتجاهين اليوم أول اتجاه محبة الله ثاني اتجاه محبة نحو الآخرين بالنص هذا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ يعني شنو اتجاه؟ اتجاه إلهي والتجاه آخر هو من جهة الآخرين ارعى خراطي وغنني تحبني؟ إذا احنا نوصل محبة محبة الله أكثر من ما احنا نحب جيوبنا ونحب شغلنا ونحب وقتنا ونحب ونضح إذا نوصل أكثر من هذا راح نقدر نتغير مو الكهون نغير العالم كله بالكامل نغيره ليش؟ لأنه عبرة المحبة فصاروا صاروا كلهم جو المحبة أي واحد يصير جو المحبة راح راح يغلب تغلب المحبة بس إذا تساوت احتمال هذا يطوف احتمال هذا ينزل فما راح نقدر أن نساوه بهذا الأمر أول شي من جهة الله شوف الله شي يقول لك ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أي سوت لك أدمت لك الرحمة شوف الله شون يحب وإحنا شون نحب شون يحبك الله يحبك محبة أبدية تعرف شي واحد أقول لك اليوم كلنا اللي قاعدين بهذا المكان كلنا اللي احنا ندعى مؤمنين كلنا اللي احنا نلبس صلبان كلنا اللي احنا نروح للكنيسة كلنا احنا اللي يروح يصوم قال لك أنا صايم وأنا صايم وأني أسوي وأني أقول لك شي واحد لو ما كانت محبة الله أبدية اللي احبتنا واللي احنا ثابتين ويا محبة الثابتة كنا كلنا هلكنا بدون أي استثناء محبة الله ثابتة لنا وإحنا محبتنا إلى الله متقلقنا يوم تشوفها حميت وصليت وقمت تنقض زيت ويوم تريد يعني تطلع من عندك كلمة ما تطلع هاي سيسموها تذردب وهاي قصة الكتاب المقدس مالنا تفتحها من التكوين إلى الرؤية تشوف أشخاص يسوون عجائب إليه حرق الدنيا كلها وبعدين إليه اختفوا وراح نام بالمغارة تذبذب تشوف ناس حامين ها قاشة ايش عندك اليوم ايش في تنسوي اليوم اي فلان شيء واسأل عنهم ها تعالوا صديق قاشة يعني ويطلع لك ميت حجة ما يجي ليش لأنه التذبذب اللي موجود بحياته وعدم إدراك محبة الله الأبدية ولهذا يقول لك أدممت لك الرحمة يعني الرحمة ما تتوقف في لحظة من اللحظات وأنت تعايش على هاي الأرض أبدا ما رح تتوقف رحمة الرب مهما افتعدت مهما أخطأت أخطأت مهما بردت مهما سقطت تذكر بأنه أكون رحمة يسوع إلى حياتك بس أهم شيء تقوم وترجع منظر نايم ضليت نايم لاست عليها رحت وياها بس أصحى وقوم قبل ما يفوت الأوام ويتروح من عندنا كل الأمور والرب يطينا سؤال بحياتنا مهم جدا هو اختبار المحبة اللي حبنا كل يوم شنو اختبار المحبة أنه أتحبوني أكثر من هؤلاء وهذا الشيء مهم جدا نسمع اليوم حتى نغير محبتنا إلى الأفضل صدقوني ما رح نتغير إحنا إذا ما رح تتغير المحبة في داخلنا من تتغير محبة في داخلنا رح نقدر نغير الآخرين رح نقدر الناس تشوف يسوع فينا لكن إذا بقت المحبة نفس المحبة ما رح نقدر نسوي شي ولهذا الأمر الرب يطينا النعمة حتى نصير إحنا أقويا أكفة مثلين حلوين أول مثل كان لشاول تعرفون شاول هذا ما رح تشيبه هواية لكن شاول الرب قال له حرم العماليق بالكامل يعني كان حرب وعماليق قالهم ملت على بكرة بيها كلهم بشيهم فشاول راح وسوها بس شاف الغنم خرفان صغار خدهم لحرامات نهلكهم يعني ليش قال له أنت ليش كسرت كلامي قال له مهاي الغنم أنا يقدمها لك ذبيحة غنم يعني شبيه ليش أهلك كوية العماليق ليش أهلك بس تعرف هذا الأمر هذا الأمر مهم جدا تفهمه التمرد شخص المتمرد أشخاص متمردين بالخدمة أشخاص متمردين بالعلاقات متمرد المتمرد قل لك خطيطة كالعرافة والعناد كالوثن والترافين والترافين يعني الإثم الذي يصنع الإثم يعني الشخص اللي يعاند والشخص اللي تمرد جير بالك هذه لازم تمحيها من حياتك لأنه هاي الخطيئة الرب يقول عليها مثل خطيئة العرافة العرافة هو الهلاء يعني وذول يفتحون السحرة يعني هذول هالكين وأيضا كالوثن يعني أنت تعبد وثن وتمارس عملية الإثم بهذا الوقت وأيضا الطاني مثل الله هو على يونان يونان يقول للرب روح يحكي ويننا ومرة درست على هذا الموضوع وقلت شنو سالفت ليش يونان ما راح ليش ما راح للموصل جماعتنا 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 إذا تتعرف جماعتك يونان ليش مجالكم لا يا مو مو قصة خوف مو خاف بدأ أقولكم مرات هواية أنا حسب ما أنا طلعت بيها يعني تعرفون أني من أطلع بشغلة يعني مشكلة حسب حسب مطلعت بيها يونان ما راح يقدم رسالة لأهل نينوة لأنه كان حاقد عليهم حاقد ليش حاقد عليهم لأنه كان وسال بيهم فوين جاي بيهم جاي بيهم من نينوة جماعتنا لاشوريين نشكر رب نجل فمن جابوهم من نينوة فمن كان عايشين بين نينوة بال سبي فكان حاقد على أهل نينوة شنون هذول سبونا وذول قتلونا وذول فلاشي أنا أروح وصلهم رسالة ما تقول لك أنت روح وصل رسالة الفد واحد قل لك ذول كتلو أهلي أنا روح على ذول وصل رسالة فكان الحقد متروز قلبه ولا قل لا اروح الرب قال لك انت ما تروح لا تروح ليش ريدي فهمنا تعرف ليش ريدي فهمنا فكرة بأنه لازم لازم تعبر محبة مالك لأن إذا بقت وهذا الشي اللي الرب يريدي علمنا اليوم باتجاه الآخرين انتبع عليها ما رح أطول أربع نقاط تغير قلبنا شو تغير قلبنا إذا قلبنا متغير نشكر رب من أجل نعلم هاي الأربع نقاط المن اللي تشوف قلب مثل قلب الوق واق أول أمر لازم تفهم أنه يقول لك كم من ناس نحكم على الآخرين بصورة سلبية كم من ناس تحكم على أشخاص آخرين بدون تعرف الحق بدون ما تقعد ويا دائما تصير مشاكل من خبروني أشخاص على مشكلة مثلا تجي المرأة تحكي تقول براس منه براس الرجال كل شي براس الرجال بعد يقول الرجال ها عيني شنو المشكلة تعرف ودب المشكلة وين كلها براس المرأة فاث احد حاشي لي كل الصوش من من المرأة والمرأة حاشت لي كل الصوش من من الرجال قال اوكي يا اخوان تعالوا نقعد السوية ونحل المشكلة فمن يجي يقعد ما كودي المشكلة لا اللي ضخمتها يعني السمسم اللي سوات الصمون بالسمسم ولا دا لازم نفهم بانه من دين خبل ما نفهم المشكلة لا تدين لكي لا تدان هذا شي مهم جدا الرب يطين اياه تعرف هاي الاربع نقاط يسموها الهارتتك شنو الهارتتك ها اختبار يعني مختبر ويا ابويا هذا الاختبار الهارتتك اي هذا شنو اول ما جاء ابويا اختبرت هذا الاختبار ويا خلصت الحباب ما لاخدت للمستشفى بالطوارئ قالوا ايش بي ابو قتلهم هارتتك لازمو لابويا ودخلوه من عشرة صبوح ودوا بالعرب اقول لابويا اسجان امريكا ما يتن شكو اقول امريكا ابويا ايش بي كنت ويعلقوا له وائرات ودخلوا له بالاشعة وهذه وميعرش ويجي الدكتور يقول ايش بي اقول هارتتك يقول ليش وقت قلت له ياسر داي الحبابي ما لاخلصت ياسر داي عاني عبالي ومشت الى نلتموا على الاطبار يدخلوا عمليات اوه بي شكيل اشعر اقول لها اطلع قال this is finish باوع بيها قال لي شنو هاي قلت this is هارتتك قال لي يا هارتتك هاي اي حبابي ما اضغط خلصت شنو هارتتك فمرة دوايت صير عندنا شنو هارتتك اي هارتتك اليوم مو يغير حبابي ما لك بس يضرب هالشكل صدمات كهربائية اول اول امر اول امر يقدم الرب النا بالحل هذا ومهم جدا نفهم بالهارتتك هو مزمور 34 18 شنو هذا مزمور 34 18 شوش يقول قريب هو الرب من منكسري القلب ويخل ايش ويخلص المنسحقي الروح اذا 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 اول الهارتتك حتى تغير المحبة حتى ترفع الشخص يحب اللي يسوي شغلات الوقواق به لازم قلبه يكون قلب منكسر القلب المنكسر اعراض المرض هذي هو الاعتماد الشخصي والانتفاخ منتشوف منتشوف واحد معتمد اعتماد شخصي شما تقول لك بس ثاني وتشوف نافش ريشة يعني تعووز ويمشي الشكل هذا عرف شنو قلب قلب غير منكسر فلازم تقول القلب المنكسر لازم تكون عندك تكون عندك خضوع وخنوع حتى الرب يستخدم حتى الرب يستخدم قلبك اذا انت تقول بس انا وغير ماكو ما رح نقدر نشتغل بهذا القلب فالهرت تكمال القوة اللي لازم تجي لازم الرب يستخدم ك والشخصي بتواضع فياخد بركة من الرب المنكسر المنتفخ تعال للرب بتواضع لا تجي وانت نافش ريشك نفشد ريشك اكو مشكلة هدي وتواضع حتى الرب يصنع امور جدي فاول رفع يرفع الرب حتى احنا نقدر نحب الله اكثر من هؤلاء يازم يكون قلب منكسري القلب شي اللاخ اثنين كورنثوس ستة يدعش هارتتك اللاخ ضرب اللخ جانو ضرب اللخ شنية ضرب اللخ فمن مح ايش مفتوح وعيوننا مغمضة هذا منه الشخص النايل بس من تجي تريتت قومة يقول قوم وقعد خلي قلبك متسع فيقول فمن مفتوح اليكم ايها الكورنثيين قلبا متسع يعني شنو قلب متسع قلب مفتوح عراض المرض شنو مرضى هذا اللي يسوي تحزبات طبعا كلهم اغلبيتنا يشتغلون بالاسواق العربية ودرا تشوف تدخل بالاسواق العربية وتدخل مكان هم كل الناس نفس الشيان بس احنا نحش كمجمع فمن تجي توقف ويا الناس راح توج ذول جماعة فلان سوال تحزب فلان تحزب هذول 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 اشخاص هذن يتعلمون درس هذا الدرس يقول لك قلب متسع لازم الكل يكون واحد يعني مثلا بجسدك هذا جسدك ما راح تقدر تكره ايدك وتعوف رجلك اليوم وتجي بلا رجل بتك رجل يا بشنو اضوج من عده هاي رجلي اضوج من عده ما جب او تشلع عيونك تحط بالبيت وتجي فتجي كلك وتعدل نفسك وترتب امورك حتى ايش حتى تكون صحي فالقلب المتسح هو ياخذ الجميع مو يطلع هذا ما جرع خلي قاشا ما ينزل هنا ياب نزل بطل سبيل مو هكو هاي شكل هكو هاي شكل قلبه مزي هالكبرى ما يتسع اشخاص ياب التسع اشخاص ليش تتسع لانه الرب يريد من عندنا هارتتك صاحب هذا المرض لازم يحب اللي حواليه والرب يطي امر ويقول لا اوصانا بمحبة الجميع حيث قال احب بعضكم بعضا ما قال احب نص ونص احب ويش بعضكم بعضا فعدنا اول قلب قلب منكسر وقلب متسع والرب يطينا القلب هارتتك ثلاثة رومية تسعة من سنين الى ثلاثة شنو رومية من يعرف الثلاثة رومية شنين ان لي حزن ايش عظيم ووجع في قلبي لا ينقطع حزن ووجع ووجع قلبي شعف يقول لك قلبي لزمني ليش قلب لزمني لانه اشخاص اللي يتمرضون بهذا المرض يقول لك اهل بيت وجماعت ما يعرفون الرب هو مده يربان قلب ما يتأذى عليهم فهموني هذه النقطة مهمة وجع في قلبي لا ينقطع على واش على واش ليكون انا نفسي محروما من المسيح ليجل اخوتي انسبائي في الجسد احنا نعيش بمجتمع كلنا نحب اصدقائنا ونحب اولاد عمنا ونحب اولاد خالنا ونحب ونحب ونحبهم وخاصة من يموت لنا واحد تشوف لابس اسود وكاتل نفسه ورايح بالتعزية ومات واحد يا ابا وانشدت وصلت لرساة المسيح اشتستح من عنده او يعني تعرف يعني خاف يقولون صرت انجيلي او صرت فلان لا 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 ندير بالك لانه ايماننا هو لازم نوصل رساة المسيح الى الكل قلبنا يهجع عليهم من قلبك يحترق على الجيرانك وعلى الاشخاص اللي قريبين عنك لازم تصلي ولازم توصلهم رساة المسيح دمهم من عندك لانه يقول لك فاليوم راح توقف امام كل سي المسيح وراح الرب يقول لك انا وقفتك بهذا المنطقة تعرفون كل واحد قاعد في مجمع مو هالشكل من الرب يجيبك وخليك بهذا المجمع الرب يجيبك يخطك بهذا المكان اعرف انه اكو عمل للمسيح بهذاك المكان انت لازم تكون نور وملح يملح بالوسط قلبك يوجع على جيران كلهم اذا نوصل هالمرحلة وقلبي يوجع على جيران اليمين وقلبي يوجع على اليسار وروح اوصلهم رسالة المسيح راح تشوفون كنايس نتنترس ناس بس هتحبني اكثر من هؤلاء لا يا رب خلينا خلينا خبزنا كفافنا اليوم وسد الشباك واني احبك اجهل الكنيسة اقعد بالمكان اسمع واضح واطلع ما دوخ راسي ما دوخ راسي طبعا يضح اندراوس اندراوس هو اللي جاب بطرس هذا اخو اندراوس اخو بطرس واندراوس هو اجه للايمان قبل ما يجي بطرس ولهذا السبب اول ما قبل يسوع اخذ نفسه ورح على اخو وقال اسمع انا شفت ماسية اللي احنا دي نحجي عليه فلازم تجي وتشوف هواية من عندنا اخواتنا هواية من عندنا نسايبنا ولا دعمنا ما يعرفون الرب والسبب احنا مخيطين حلينا وقالبنا ما يوجع عليهم ليش لانه نحجي ونمشي الامور مرخش مرخش ما تقريش قميش وطيطا منفتهم ما حان نفتهم هاللغات مالتي بس الفكرة انه تعرف انه انت شلون قلبك يوجع على الاخرين فالقلب المتألم كم قلبك وعدنا ساخوني سمير منكسر متسع متألم ورابع قلب وهارتتاك الرابعة هو ايش في لوقا 24 32 شي يقول فقال بعضهم للبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فاين اذا كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب هذول كانوا اسسمة جماعة عموس تلاميذ مشوية ألم يكن قلبنا ملتهبا يعني يسوع من شوية نوع عشنا ثلاث سنوات ومعرفنا معرفنا عراض هذا المرض الذول اللي يصابون بهذا المرض شوفوا اللي يصيب اليوم الكنيسة هو هذولي كنيستنا واغلب الكنيس اللي موجودة كلهم مضربين بهذا الضرب ألم يكن قلبنا ملتهب مجان قلبنا ملتهب بالخدمة بالكنيسة هسه وين وين هم كلهم التشري هذا مفلاء مكان هذا مفلاء مكان هذا مين ليش ألم يكن إذا كان قلبه ملتهب رح تكون يشوفه موجود بالمكان بس إذا قلبه مملتهب ما يدي ربال ما يدي ربال فطور موجود بحياة كثيرين بسبب قلوبهم ما صارت ملتهبة للمسيح وش وقت تلتهب من يقعونهم مصيبة من يقعونهم مشكلة من يقعون بالشغلة قاش الاحي طلبت صلاة وين شنت انت إلا يعني إلا تنظره إلا تتحوط يعيش بسلام بفرح مع سيدك يسوع من تعيش بسلام بفرح ما يهمك أمور العالم ما رح تهمك قلبك ما رح يكون طافي من تمشي وتجي الكنيسة يكون قلبك ملتهب ليش قل رح روح ألتقي مع يسوع من تلتقي مع يسوع بالمكان لأنه يسوع موجود في كل مكان وزمان ووقت وأوان هو يطلب طالبيه ويفتح أبوابه لكل من يقرأ ويسأله فيجيبه من هو حبيبنا يسوع فإذا كان قلبنا غير ملتهب ننام بالبيت أو قوله زان ليتا ندى شوق لنا ديو طب إذا لو يرفسها له ما يجي وهي تقول يلا مشي خلينا سوي تشاي أحسن سوين تشاي عصرونيها ومشت عصرونيها بعصرونيها وأدنى شغلة ينسى إيش ينسى يسوع دي انتظره لو كان قلبه ملتهب صدقوني لو الدنيا كلها الدنيا كلها توقف قدامه ما رح يقدر يعوف محضر المسيح بس من صار قلبهم بارد يسوع يبشوا ياه وما عرفه وإحنا هؤلاء من عندنا هالشكل لأنه لا عمي روية يقول لك أنا عارف أعمالك أنك لست باردا أو حارا بعد الشي رحفت يوم باردا أو حارا البرودة تفيت والحرارة تفيت بس الفتور ما يفيت شايف رايح انت العلاج من تروح انت تسوي علاج يقول لك المفصل يوم يحط لك ثلج يوم يحط لك حرارة ما في يوم رايح يحط لك فشي فاتر ما تقدر ما تقدر حتى الشاي من تروح شربه يوم يقول لك شاي مثلج أو شاي حار من يصير فاتر راح طعمه والأكل كل شي ولهذا السبب شي مهم جدا نفهمه حياتنا الروحية اذا صار بيها فتور الرب شا يقول لك اطقياك ما ريدك تكون لا تبقى موجود بهذا المكان فالله لا يحب الفتور في علاقاتي به اما يبعد عننا تماما او خلينا ويا ونلتهب ونعيش ويا لانه الايام مقصرة والزمن قصير والدنيا راح تنقلب وانتوا قاعدين وساكتين منو راح يحتي بمحبة المسيح اذا حنو راح نحتي بس قلولي منو راح يحتي منو راح يحتي منو راح يوصل السادة المسيح منو راح يوصل محبة المسيح منو بس قلولي منو افتروا بالشوارع وشوفوا منو من الناس اللي تقدر تحتي وانتوا ساكتين منو صدقوني ماكو شطب شطب لكل أغلب الكناز شطب ما لها علاقة لهم علاقة بس بالدائرة ما لهم علاقة بالدائرة كبيرة ما لهم علاقة زين ذولي البقية خراف خراف التي هي من غير حضيرة منو راح يجيبها للحضيرة إذا رب راح يستخدمنا بهالسنة ما راح نقدر نرجع قلوبنا الملتهبة والمتكسرة والمؤلمة وكل هذا القلب اللي يخليك تحب يسوع أكثر من هؤلاء بس إذا بقينا على نفس الحطة راح نصير مثل بطرس إن حصارنا يعني ما عرف المسيح من حصاريت لا تحب المسيح ولهذا السبب قلب الملتهب هو قلب مهم جدا خلاصة حاشينا اليوم القلب الواسع المتألم والمنكسر والملتهب يرى شوفوا شيء باوع يرى أمرين مهمين لازم نعرفه ونطلع من هذا المكان المحبة التي تقاز بمقياس الأرضي سيكون قياس محبتك بقدر كفة إيدك لكن المحبة بمنظار السماء سيكون قياس محبتك ليس لها حدود أفهمتوني نهايتها عمت قبل معنا شنين نهاية مالا محبتك إذا باوعتها بالمقياس الأرضي رح تكون قد كفيدك بس إذا شفت حولت المحبة مالك إلى المقياس السماوي ما رح يكون لها حدود ما رح تتحدد ما رح تقول هذا وهي وهو ما رح تقوله ليش؟ لأنه النظرة مالك مناظرك انشالت حطيت مناظر يسوع من حطيت يسوع بالوسط من رح تباوع من خلال يسوع رح تباوع بلا منتهى لكن إذا شال يسوع خليته وراك رح تشوف بمستوى نظرك محبتك رح تكون بجد كفيدك رب يطينا ويقوي قلوبنا الواسعة ويطينا قلب متألم على الآخرين منكسر منسحق ملتهد باسم يسوع حتى نحب يسوع أكثر من هؤلاء عمين؟ خلونا نقف نصلي من أجل هذا الموضوع المهم اللي لازم الرب يستخدمه بحياتنا وجودك بهذا المكان إعلان أنه تحب يسوع لكن يسوع يقول لك أتحبني أكثر من هؤلاء أينها الشغل؟ تقول له في له لو تقول له أقابة باسم يسوع تقول له أقابة محبة بادلة وليس فقط محبة صادقة أخوية تسكن في قلبك قل له للرب بالفعل جاي لي هذا المكان لكي تمد يمينك وتصنع عمور جديدة في قلبي اجعلني يا رب أنا أحبك أكثر من هؤلاء لكي أكون بالفعل مستحق أن أكون خادم وخادمة لمجدك وامتداد ملكوتك باسم يسوع له كل المجد آمين آمين لإلهنا كل المجد خلونا نسبح إلهنا والنجمة عطيانا وعشورنا للرب بهذا الوقت اشتركوا في القناة أحبك معنى كل وجود أحبك والكلام معدود أحبك معنى كل وجود أحبك